وصول المستشفى منذ قرابة أسبوع اليوم وبشكل رسمي وفي هذه الأثناء يباشر العمل المستشفى الميداني الأردن الخاص 2 أعماله وبالتالي نحن نتحدث عن زمن قياسي في عملية التجهيز التي بات الآن المستشفى جاهزا لاستقبال الحالات في ظل أيضا استعداد طواقم الطبية الموجودة في المستشفى ومرتبات المستشفى لتقديم كل ما يلزم للفلسطينيين خاصة الجرحة الذين يعانون جراء الحرب الإسرائيلية التي شنت على قطاع غزة معي هنا العقيد ركن محمد نافع الإدعاجة قائد قوة المستشفى الميداني الأردن الخاص 2 نرحب بك اليوم يباشر عمل المستشفى ما الترتيبات التي تم وضعها لهذه اللحظة التي ربما هي مهمة جدا بالنسبة لقطاع غزة بسم الله الرحمن الرحيم تنفيذا لتوجيهات سيد صاحب الجلال الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه تم افتتاح المستشفى الميداني وهو حديث ومتخصص في قطاع غزة في منطقة الجنوب حيث باشرة القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفتح المستشفى الميداني الأردن الخاص 2 للتخفيف عن معاناة الأهل والأشقاء في القطاع في هذه الأوقات العصيبة وبحيث يكون هذا المستشفى الأردني مكملا للمستشفى الموجود في منطقة غزة سيكون هذا المستشفى بعون الله وبكفاءة كادر الطب المتخصص مركز طبي متميز وذلك في ظلمات عانيه مستشفيات القطاع من نقص حاد في الخدمات الطبية لا سيما أن المستشفى تم تجهيزه بأحدث وأفضل التقنيات والأجهزة من مختلف التخصصات الطبية ليكون استكمالا للدور التاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية تجاه أهلنا في فلسطين ويساهم في تخفيف المعاناة في قطاع غزة ونؤكد على أن هذا المستشفى الميداني الأردني وإدارة الطبية بتوجيهات سيدي صاحب الجلالة الهاشمية حملت على عاتقها تقديم رسالة إنسانية سامية للأهل في قطاع غزة للتخفيف من جراحهم وبأعلى معايير الجودة الطبية وسنعمل بإذن الله تعالى على تزويدهم بكل ما يحتاجون من خدمات الطبية شكرا جزيلا على عقيد ركن محمد نافع لدعجة قائد قوة المستشفى الميداني الأردني الخاص 2 الآن أريج سنتجول داخل هذا المستشفى الذي بات جاهزا نبدأ بهذا القسم بداية دعينا نتحدث عن قسم الطوارئ هذا القسم الآن مزود بالأسرة والطواقم الأردنية الآن الموجودة به جاهزة لاستقبال الحالات كما تشاهدين نحن نتحدث عن زمن قياسي في تجهيز هذا المستشفى نظرا للإمكانيات الموجودة به هذا القسم حيث نتواجد الآن هو قسم الطوارئ هذا الذي سيتعامل مع المصابين فورا وصولهم إلى المستشفى بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة على الفور ومن ثم توجيههم إلى بقية الأقسام اللافت هنا أننا نتحدث أن جميع من في المستشفى هنا هم كوادر أردنية جاهزة للعمل بذلت ما بوسعها لتجهيز المستشفى في هذا الوقت القياسي ونتحدث هنا عن أيضا تخصصات مهمة ستكون موجودة لدى التواقم الطبية ما يقرب من 145 فردا من مرتبات وطواقم طبية هم مجموع العاملين في هذا المستشفى وبالتالي نحن نتحدث بداية عن قسم الطوارئ الذي تشاهدينه الآن وهذا أيضا يأتي ضمن أقسام عدة الآن القسم الثاني أو المقابل لقسم الطوارئ حيث نتواجد هذا القسم ربما هو مكمل لقسم الطوارئ لكنه أيضا يحتوي على قسم الأشعة والمختبرات وهذا القسم سيكون مسؤولا أيضا عن المرحلة الثانية من العلاج بحيث سيتم تقديم الأشعة والعلاج هذه الدماء الآن التي نشاهدها وهي ضمن المختبر هي من دماء متبرعين أردنيين وهذا ربما يأتي في ظل العلاقة الخاصة التي تربط الشعبين الفلسطيني والأردني نحن نتحدث عن حمل التبرعات والآن وصلت هذه الحملة إلى هنا وسيتم استخدامها لتضميد جراح الجرحة وتقديم أيضا كميات التي يحتاجونها من الدماء في ظل هذه الحملة من التبرعات التي تم تنظيمها في الأردن والآن تم نقلها ضمن طواقم المستشفى إلى هنا إلى قسم المختبرات الذي تم تجهيزه بكافة المعدات اللازمة للتعامل مع هذا الوضع طبعا نحن تحدثنا أن هذا مكمل لقسم الطوارئ وهو قابل أيضا للتوسيع في حال الحاجة ضمن فضح كل ما يمكن ووضع كل الإمكانيات الممكنة لعمل المستشفى كما تشاهدين هنا هذا هو طرقات المستشفى نحن نتحدث عن سلسلة من الخيام التي تم تجهيزها بشكل مناسب لحيث تصبح قسم متكامل مع بعضه البعض هنا قسم الجراحة النساء وكما تشاهدون الكوادر أيضا الأردنية تضم أيضا نشميات أردنيات سيشرفنا على عملية التعامل مع هذا القسم الذي سيتم تخصيصه للتعامل مع الجراحات المتعلقة بالنساء وهذا أيضا يأتي في إطار كما تحدثنا أننا التكامل الموجود في التواقم الأردنية نساء ورجالا بحيث يتم تقديم كل ما يلزم هنا داخل هذا المستشفى الذي سيبدأ باستقبال الحالات على الفور نحن نتحدث الآن عن أن الافتتاح الآن نحن في عملية الافتتاح التي تمت وبالتالي نحن نتحدث عن أيضا أقسام أخرى هذا قسم الجراحة الرجال وأمام الآن بالمقابل كان قسم جراحة الرجال الآن نحن نتوجه إلى القسم الثاني وهو قسم الخدج وهذا القسم تم تجهيزه بهذا الشكل الذي تشاهدونه بحيث يستقبل أيضا الحالات من الأطفال الخدج ربما هذا الموضوع كان أكثر مواضيع هنا حساسية خلال هذه الحرب حيث تعرض الأطفال الخدج لفصلت عنهم الأجهزة انقطعت عنهم الكهرباء تم نقلهم للمناطق الجنوبية كان هناك عجز في مجموع الحضانات التي يتم استخدامها والآن يتم تجهيز هذا العدد ما يقرب من 44 من الحضانات أيضا باتت جاهزة للتعامل مع الأطفال الخدج وهذا الموضوع ربما سيساهم بشكل كبير في التخفيف من الاكتظاف في هذا الأمر لأننا نتحدث أن وزارة الصحة طرت لوضع أكثر من طفل في حضانة خلال أيام الحرب بسبب نقص الحضانات الطبية التي هي ضرورية لبقاء الأطفال على قيد الحياة والآن يتم تجهيز هذا القسم بشكل كامل لاستقبال الأطفال حيث نتواجد وما زلنا في هذه الجولة داخل المستشفى الميداني الأردني الخاصة 2 ونتوجه الآن إلى قسم العناية الحثيثة نحن نتحدث عن كما أسلفت إمكانيات كاملة الأقسام نوعية هذه قسم الآن نصل إلى قسم العناية الحثيثة هذا القسم أيضا سيحتل أهمية كبيرة بالنسبة للفلسطينيين لأننا نتحدث عن تعطيل كبير في شهدته مستشفيات القطاع خاصة في أقسام العناية المركزة أو العناية الحثيثة نتيجة انقطاع الكهرباء والآن يتم تجهيز هذا القسم بهذا الشكل ليكون جاهزا لاستقبال الجرحة أو حتى المرضى معي هنا الدكتور أو المقدم طبيب محمد جمعة مدير المستشفى الميداني الأردني الخاصة 2 نرحب بك حدثنا عن استعداداتكم الآن استعدادات الطواقم الطبية بعدما تم الإعلان الآن بشكل رسمي عن مباشرة المستشفى لعمله بتوجيهات ملكية سامية سيباشر المستشفى الأردني الخاص 2 في جنوب قطاع غزة وبحمد الله تعالى أعماله يضم هذا المستشفى كادر طبي وتمريضي متميز وكفؤ من جميع التخصصات الجراحية مثل الجراح العامة وجراحة الشريين وجراحة الأعصاب وجراحة الصدر وجراحة المسالك جراحة العظام وجراحة الأطفال وجراحة التجميل وجراحة الوجه والفكين يتكون المستشفى من 41 سرير موزع على الأقسام الطوارئ والعنالي الحثيثة والرجال وقسم النسائية ويتضمن المستشفى قسم خداج بسعة 40 حاضنة بالإضافة إلى مختبر وصيدلية وغرفة أشعة وغرفة تعقيم وغرفتين عمليات لإجراء العمليات الجراحية العاجرة شكرا الدكتور المقدم طبيب محمد جمعة مدير المستشفى الميداني الأردن الخاصة 2 إذن نحن نتحدث عن إمكانيات كاملة طواقم طبية كاملة وأيضا هناك قسم الإنعاش والعمليات وهو موجود في الجهة المقابلة لوجودنا وأيضا بات جاهزا لاستقبال الحالات وبالتالي نحن نتحدث عن مستشفى متكامل كما كان الإعلان منذ البداية اللافت أن هذا المستشفى من أشرف ونقله حتى مطار العريش سمو ولي العهد وأيضا في ظل توجيهات ملكية سامية وبالتالي نحن نتحدث عن موقف أردني ثابت من مساعدة الفلسطينيين من خلال هذا المستشفى أو حتى من خلال الحالة التي وصلنا إليها ربما كان مثل هذا المستشفى أن يكون موجودا في القطاع هو يحتاج لمزيد من الوقت يحتاج لمزيد من الاستعدادات إن صح التعبير لكن نحن نتحدث عن زمن قياسي لتجهيزه والآن بات جاهزا أحاول الآن الوصول أيضا إلى وزارة الصحة هنا في قطاع غزة للتعرف على موقفهم من هذا المستشفى الذي تم أعداده الآن ربما الاجتماع الآن حول كيفية التعامل مع الحالات ما الذي سيحدث ما الآلية التي تتم خلال هذا الاجتماع الآن بين كوادر المستشفى وبين وزارة الصحة وألتقي الآن مع الدكتور ناهد أبو طعيمة مدير مجمع ناصر عفوان الطب نرحب بك دكتور مداولات الآن حثيثة مع الكوادر هنا في المستشفى بداية ما موقفكم أو ما تعليقكم على إقامة مستشفى ميدان الآن عربي في قطاع غزة وبهذه الكوادر الأردنية بداية بسم الله الرحمن الرحيم نظراً التزايد عدد الإصابات التي تم إجلاءها من المناطق الشمالية من المستشفى الشمال اكتضت كل المستشفى الجنوب بالمصابين الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية وتدخلات جراحية متقدمة والكوادر الطبية في هذه المستشفيات أنهكت بالكامل الإمكانيات أصبحت محدودة ويوجد نقص حادث في هذه الإمكانيات الاختيار موفق أنه يكون عندنا في مستشفيات ميدانية في قطاع غزة لتقف بجانب الكوادر الطبية وتستطيع أن تقدم خدمة لهؤلاء المصابين جل هؤلاء المصابين كانوا تقريباً في دائرة الخطر لأنهم لم تستطع الكوادر الطبية في مستشفى الشمال تقديم خدمة طبية بسبب العدوان الصهيوني المستمر على هذه المستشفيات وكذلك في الهدنة لم تستطع الكوادر نظراً لنقص الوقود ونقص الإمكانيات في هذه المستشفيات نعم نحن بحاجة إلى مستشفيات ميدانية في المنطقة الجنوبية وفي مناطق شمال غزة لتقديم الخدمة لهؤلاء المصابين المصابين عددهم كبير جداً ولا يمكن استيعابهم في ثلاث مستشفيات في المنطقة الجنوبية هذه المستشفيات مكتظة بالمصابين ولا يوجد أسرة فارغة في هذه المستشفيات وكثير من المصابين تم تحويلهم إلى مدارس الإيواء ينتظرون إجراء تدخلات جراحية لهم عاجلاً أم عاجلاً؟ نحن نتحدث عن أنكم قمتم بجولة في المستشفى بداية أهمية الأقسام التي شهدتموها وما الأقسام التي رأيتم أنها ستساهم بشكل أو بآخر في التعامل مع الجرح الآن وموجودة داخل هذا المستشفى؟ جميع الأقسام في المستشفى الميداني الأردني نحن بحاجة لها وبحاجة لها بشدة وخصوصاً تخصص العظام نحن بحاجة له كون الإصابات التي تصل لناها إصابات عظام وإصابات شديدة كسور متفتتة في العظام وتحتاج إلى تدخلات جراحية كبيرة كثير من الإصابات تحتاج إلى تحويل إلى الخارج وهذه المستشفيات الميدانية قد تكون أحد الوسائل التي تخفف من عبء المستشفيات وكذلك التحويلات إلى الخارج تخفف من العبء والضغط الكبير على المستشفيات في المنطقة الجنوبية ونحتاج إلى تحويل عدد كبير من الحالات التي لا نستطيع إجراء لها العمليات وتحتاج إلى تدخلات جراحية متقدمة قد لا نستطيع في أي مستشفى من المنطقة الجنوبية أو في المستشفيات الميدانية تقديم لها الخدمة كثير من الحالات هي كسور متفتتة وتحتاج إلى فترة مكوث طويلة في المستشفيات وتحتاج إلى ترميم للعظام بفترات طويلة شكرا جزيلا أن الدكتور ناهد ابو طعيمة مدير مجمع ناصر الطبي إذن أريج كما شاهدت هذه الجولة الأقسام مستعدة الآن وباتت جاهزة لاستقبال الجرحة نحن نتحدث عن مستشفى متكامل سواء من حيث الطواقم من حيث المعدات من حيث الأدوية من حيث المستهلكات الطبية المواد الطبية المختبرات كل ما يلزم لتشغيل المستشفى بات جاهزا وبالتالي نحن نتحدث عن حدث نوعي باعتبار أن المستشفى الميداني الأردني الخاص الثاني هو المستشفى الأول العربي الذي يدخل إلى قطاع غزة والآن هو أيضا المستشفى العربي الأول الذي يعمل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع ترجمة نانسي قنقر